دولة مشاهدين معدنا مع موجز الأهم الأنباء الثامنة صباحا مع ليندا عبداللطيفة فضلاليندا شكرا أحمد الثامنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة مثلت تتويجا لنضال طويل قاده الشعب المصري دفاعا عن حقه في وطن مرفوع الرأس وفي كلمتي بمناسبة الذكرى السبعين للثورة يوليو شدد رئيس السيسي على أن الثورة استطاعت أن تؤسس الجمهورية الأولى للدولة وتغير وجه الحياة بشكل جذري ليس فقط في مصر بل في المنطقة بأسرها وأكد الرئيس السيسي أن تاريخ القوات المسلحة سيظل دائما كعهد الشعب المصري بها حافلا بالبطولات والإنجازات الوطنية والتي من بينها ثورة يوليو المجيدة وأشر الرئيس السيسي إلى التفاف جموع وجماهير الشعب المصري حول الثورة التي ردت للوطن عزت والمواطن كرمته هذا وشدد الرئيس السيسي على أنه على يقين من قوة العزيمة للدولة والشعب في الاستمرار بخطة ثابتة من أجل الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة قال الرئيس الأوكراني فضاديمي زيلنسكي أن القوات الأوكرانية تتوغل تدريجيا في منطقة خرسنة الشرقية التي سيطرت عليها روسيا في بداية عملياتها العسكرية وأضف زيلنسكي في كلمة عبر الفيديو أن الروس كانوا يحاولون إقامة موطئ قدم هناك مضيفا أن القوات المسلحة الأوكرانية تتحرك في المنطقة خطوة بخطوة أدنت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم الصاروخي الروسي على ميناء أوليسا الأوكراني وشدد وزير الخارجية الأمريكي عتني بلينكين في بيان على أن روسيا تتحمل مسؤولية تفاقم أزمة الغذاء في العالم مضيفا أن الهجوم يقود جهود إيصال المواد الغذائية الضرورية للأسواق العالمية أجلت السلطات اليونانية مئات السياح والسكان من جزيرة ليزبوس بعدما دمر حريق غابات منازل في قرية فاترا وتسبب الحريق في سحب كثيفة من الدخان مما أدى إلى حجب أشعة الشمس كما اشتعلت النيران على مسافة أمطار قليلة من المنازل وأكبر السكان على الفرار بينما حاول آخرون حماية منازلهم هذا وتشهد اليونان موجة حر يتوقع أن تستمر عشرة أيام وأن تصل الحرارة إلى 42 درجة مئوية في بعض المناطق مما يثير مخاوف من اشتعالي مزيد من الحرائق وأفاد رجال الإطفاء أن 53 حريقا اندلع خلال 24 ساعة أعلنت السلطات الفرنسية احتواء حريق دمر نحو سبعة آلاف هكتار من الغابات في جنوب غرب البلاد بعد أحد عشر يوما من اندلعه وجهود عناصر الإطفاء لإخباده هذا ويواجه رجال الإطفاء خريقا كبيرا اندلع في المنطقة نفسها في الثاني عشر من يوليو الجاري ولم تتم السيطرة عليه بعد وأتى هذان الحريقان على قرابة 21 ألف هكتار من الغابات وأكبر أكثر من 36 ألف شخص على مغادرة منازلهم من بينهم ستة آلاف ساعة تم إجلاؤهم من أحد المخيمات التي دمرتها النيران لاحقة وقالت السلطات إن الحرائق لم تسفر عن سقوط قتلى أو جرحا نهاية المنجزة الثمنة نعود لاستكمال باقي فكرة صباح خير يا مصر بعد الفاصل